تارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وارفع الخفاق أفضر يحمل النور المصفر رددي الله محكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب وحواتي الطالبات ما يخفى عليكم فائدة تمرين رياضية لتنشيط الدورة الدموية والمساعدة للتفكير والاستعادة نبدأ التمرين الأول تراين أمام الصدر تمرين تدي تراين في الوصف تراين في الوصف أربعة عدات تمرين مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث اربع واحد اثنين ثلاث اربع واحد اثنين ثلاث اربع واحد اثنين ثلاث ثلاث، أربع، أمام، جمع، أمام، تحت، واحد، ني، ثلاث، أربع، واحد، ني، ثلاث، أربع في نوضع الوقوق، أدرنا الثابات الوسط، فلانتقاد خطوة للمين، ثم العودة للمتصب، ثم انتقاد خطوة للمساء، فلعودة للمتصب التبرين باستمرار، التبرين يبتد، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، واحد، اثنين، ثلاث، أربع من الوقوف، فتح القدمين، انتساع الحوض، وضع الضراع اليمنى الوسط، والضراع اليسرى فوق الرأس، الرافع، الضغط أربع عدات جهة اليمين، ثم التبديل، والضغط أربع عدات جهة اليسار التبرين ابتد، واحد، اثنين، ثلاث، اربع، واحد، اثنين، ثلاث، اربع، واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اهلا بكم طلابي وطالبات الصف الاول ثانوي في يومنا الجديد وجزئيتنا الجديدة والتي لها علاقة بما سبق وهي تابع مولات المركبات فكرة الرئيسية التي دائما نتكلم عنها تقول خلال الدروس السابقة وحتى اليوم يمكن حساب الكتلة المولية للمركب من خلال صيغته الكيميائية وقد تعلمنا ذلك من خلال الدروس السابقة واتقناها بمجموعة من العمليات الحسابية واصبحت من السهل علينا ان نحسب كتلة مولية لمركب من خلال صيغته بالاعتماد على علما بان الكتلة الذرية للذرات المركب المكون له كما يمكن بعدها اذا اتقننا الكتلة المولية استعمال هذه الكتلة المولية للتحويل بين الكتلة والمولات للمركب نفسه فكان ايضا الخطوة التي تليها وتعلمناها كيف لي ان احول من كتلة الى عدد مولات من عدد مولات إلى كتلة اعتماداً على الكتلة المولية بعدما أتقننا حساب الكتلة المولية ولكن كان تساؤلنا في الحصة الماضية كيف لي أن أحول من هذا القانون الكتلة إلى قانون آخر عدد الجسيمات فكان هذا التساؤل لا يزال قائم حتى الآن إذن ماذا تعلمتم في الحصة السابقة أو ماذا درسنا وله علاقة بجزئيتنا اليوم ممتاز كان جزئية تعلمنا كيف لي أن أحول من كتلة مادة بالقرامات إلى عدد جسيمات في قانون آخر أيضاً طبقنا عليها مساء الحسابية ولكن من المتغير الذي كان مشترك عامل مشترك في كل القانونين رائع عدد المولات فكنت أقوم بتحويل الكتلة إلى عدد مولات لكي أستخدم عدد المولات كمتغير داخل قانون عدد الجسيمات ممتاز إذن تحويل كتلة المركب بالقرام إلى عدد مولات بالاعتماد على الكتلة المولية بعدها أقوم بحساب عدد الآيونات إذا طلب أو عدد الذرات إذا طلب مثل اليوم أيضاً تحويل كتلة المركب إلى عدد جسيمات وهذا الأخير اعتمدنا فيه أو اعتماد كبير على عدد المولات لكي أنتقل من قانون إلى آخر إذن سؤالنا اليوم ممتاز لازال نفس سؤال الحصة الماضية كيف لنا أن نقوم بتحويل الكتلة بالقرام من قانون إلى قانون آخر وهو عدد الجسيمات إذن لنرى من خلال هذه الأهداف توضيح كيفية حساب الكتلة المولية للمركب ثم بعدها تحديد دور عدد المولات في التحويل من كتلة بالقرام إلى عدد الجسيمات يليها تحويل كتلة المركب إلى عدد جسيمات باستخدام القوانين التي تم تطرق لها سابقاً إذن تذكر عزيزي الطالب أهمية المول في المركب فإذا أردت أن أحول كتلة المركب إلى جسيمات أو عدد جسيمات سواء ذرات أيونات أو زيئات أي أن كان لابد من استخدام عدد المولات ولابد من المرور بالمول كقانون بتحويل الكتلة إلى مول ثم بعد ذلك استخدام متغير عدد المولات في داخل قانون عدد الجسيمات بنفس الطريقة عند التعبير من مول أو تعبير عن عدد الذرات أو الآيونات كمول من الذرات والآيونات لابد من المرور بالمول لكي أحسب كتلة المادة أو عدد جسيمات المادة إذن عدد المولات عامل مشترك لابد من المرور له حتى أحول من متغير إلى آخر تذكرنا الآن؟ لنتذكر أيضاً عندما أريد حساب عدد الجسيمات موجودة في كتلة معينة فأني أحتاج إلى قانونين القانون الأول قانون كتلة المادة يتم تحريك هذا القانون لكي أحصل على عدد المولات عدد المولات بمعلومية الكتلة كتلة على كتلة الأول في البسط كتلة المادة بالقرام في المقام كتلة مولية إذن احفظها بشكل سريع كتلة على كتلة وابدأ أصنفها في البسط كتلة بالقرام في المقام كتلة مولية هذا هو قانون عدد المولات كخطوة أولى الخطوة الثانية يتم حساب عدد الجسيمات من قانون ماذا؟ قانون الذي يوجد فيه عدد أفو قادرو ضرب عدد المولات ممتاز إذن عدد الجسيمات على حسب السؤال إما أنها عدد ذرات أو عدد أيونات أو عدد جزيئات أو عدد وحدة صيغة على حسب المطلوب في السؤال فقانونها ثابت عدد المولات تم الحصول عليها من الخطوة السابقة قم بضربها في عدد أفو قادرو وهو قيمة محفوظة إذن نتذكر الآن لكي نقوم بحل المسألة التحويل من كتلة إلى عدد جسيمات بشكل مباشر مستحيل لا يمكن إجراء هذا التحويل مباشرة لابد من تحويل الكتلة إلى عدد مولات بقانون كتلة على كتلة إذن فوق بعضها البعض إذن قسمة كتلة بالقرام على كتلة المولية بعد الحصول على عدد المولات يتم تعويضها عدد المولات في عدد القانون عدد الجسيمات عدد المولات في عدد أفو قادرو أصبحت عدد المولات موجودة لدي وبهذه الطريقة أستطيع حساب عدد الجسيمات إذن من القانون الأول نستخدم القسمة بين كتلة أو كتلة بالقرام على الكتلة المولية لحساب عدد المولات من القانون الثاني ضرب نريد عدد جسيمات ضرب عدد المولات في عدد أفو قادرو إذن قسمة ثم بعد ذلك ضرب المرحلة الثانية نأتي الآن لهذا السؤال يستعمل إيثانول كمصدر للوقود ويخلط أحياناً مع القزولين وهو البنزين إذا كانت لديك عينة من الإيثانول ككتلة هذه العينة 45.6 جرام فأوجد طلباتها في المسألة الآن عدد ذرات الكربون الموجودة فيها عدد ذرات الأكسوجين الموجودة فيها عدد ذرات الهيدروجين الموجودة فيها إذن يريد عدد ذرات كله من الكربون والهيدروجين والأكسوجين كيف لي أن أصل إلى قانون عدد الذرات والمعطى فقط كتلة إذن نبدأ الآن نتأمل كتلة إذن أستطيع أن نحول هذه الكتلة إلى عدد مولات ممتاز عدد المولات يقول كتلة المادة على الكتلة المولية هل هي موجودة الكتلة المولية؟ لا إذن حساب الكتلة المولية إذن خطوة أولى أحسب الكتلة المولية أصبحت الآن موجودة الكتلة المولية أقوم بتحويل القرامات إلى مولات ممتاز حساب عدد المولات كخطوة ثانية ثالثا حتى أحسب عدد ذرات الصيغة لا بد أن أعرف كم جزي هذه الصيغة إذن حساب عدد الجسيمات كعدد جزيئات كم جزي من الإيثانول آخر خطوة أقوم بحساب عدد الذرات لكل ذرة داخل هذا الجزي إذن كتلة مولية حتى أستطيع أن أطبق قانون عدد المولات لأن كتلة بالقرام موجودة على كتلة مولية غير موجودة إذن هذه أول خطوة ثم نعوض في قانون عدد المولات بهذا القانون أو في هذه المرحلة الثانية الثالثة أنا لا أعلم كم جزيء من الإيثانول فأقوم بحساب عدد الجزيئات للإيثانول ثم أوجد كخطوة خيرة عدد الذرات في داخل هذه الجزيئات إذن كبداية حساب الكتلة المولية ممتاز حساب الكتلة المولية لـ C2H50H كالتالي لاحظ معي الصيغة قمت بتكبيرها لكم هنا أو لكم لكي نلاحظ هل هناك ذرات متكررة نقوم بجمعها كما تعودنا سابقا أولا ننظر إلى الكربون كم ذرة في الأسفل ذرتين ولكن نعبر عنها اليوم مولين ممتاز إذن 2 مول من الكربون لاحظ 2 مول من الكربون في علما بأنه 2 نقوم بحذف الوحدات المتشابهة المتعاكسة في الأماكن المتعاكسة لنحصل على 24 جرام كربون الذرة التي تليها لاحظ السهم الآن يقول قم بجمع جميع ذرات الهيدروجين في الصيغة فخمسة زائد واحد ستة ذرات ولكن بالتعبير المولات ستة مول ممتاز إذن ستة مول من الهيدروجين أضرب علما بأنه ممتاز واحد جرام للهيدروجين لكل مول أقوم بحذف المولات في الطرفين لأحصل على ستة جرام هيدروجين بقيت ذرة الأكسوجين لا يوجد رقم في الأسفل إنما يعبر عنها بواحد فواحد مول من الأكسوجين أقوم بضربة علما بأنه ستة عشر جرام لكل مول وأحذف الوحدات وأحصل على ستة عشر جرام أصبحت الذرات الثلاثة الآن موجودة عندي ككتل أقوم بجمع هذه الكتل الثلاثة لكي أحصل على كتلة كاملة مولية للمركب الكامل وهي ستة وأربعين جرام لكل مول من الإيثنول أصبحت الكتلة المولية وأول خطوة انتهنا منها أصبحت جاهزة ننتقل للخطوة الأخرى أو الخطوة التي تليها عدد المولات كتلة بالقرام على الكتلة المولية كتلة بالقرام موجودة في المسألة كتلة مولية قمنا بحسابها ستة وأربعين قرام لكل مول إذن حساب عدد مولات الإيثنول بتحويل كتلة بالقرام إلى مولات لدي الكتلة المولية لكي أتذكر حسابها قبل قليل إذن ستة وأربعين قرام لكل مول أقوم بوضع قانون عدد المولات ممتاز كتلة بالقرام على الكتلة المولية إذن كتلة المادة بالقرام على الكتلة المولية بالقرام موجودة في المسألة الآن هذه هي إذن 45.6 إذن أقوم بوضعها الآن 45.6 على ممتاز الكتلة المولية 46 بإتمام عملية حذف الوحدات المتشابهة في أماكن متعاكسة أقوم الآن بإعطاء الناتج كم ممتاز 991 من ألف مول 991 من ألف مول هذا عبارة عن ماذا؟ عدد مولات أحتاجها الآن في الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة حساب عدد الجسيمات وهو قانون عدد الجسيمات ممتاز عدد المولات في عدد أفو قادرو إذن عدد المولات احفظ معي هذه القيمة 991 من ألف مول إذن ننتقل للخطوة الثالثة وهي حساب عدد الجسيمات عدد الجسيمات يقصد عدد الجسيمات الإيثانول القانون يقول لي تتذكر حفظنا عدد المولات 991 من ألف مول أقوم بالتعويض الآن في القانون عدد المولات هذا اللي قمنا بإيجاده قبل قليل ضرب عدد أفو قادرو عدد أفو قادرو 6.200 في 10.23 ممتاز إذن سيكون 991 من ألف ضرب ممتاز 6.200 في 10.23 بضربها يعطي عدد جزيئات الإيثانول حتى بعدها أستطيعني أصل إلى حساب عدد الذرات فكم عدد الجزيئات 5.96 ضرب 10.23 جزيئ من الإيثانول 5.96 لو قربناها تعطي 6 جزيئات من الإيثانول إذن هذه عدد الجزيئات آخر خطوة في المسألة كم ذرة من الكربون من الهيدروجين من الأكسوجين إذن أصبحت الآن عدد جزيئات الإيثانول موجودة نبدأ الآن لدي الصيغة لكي أتذكر أن الأرقام اللي في الأسفل على حسب المسألة إما أعبر عنها بالمولات أو الذرات الآن أحتاج التعبير كذرات وليست مولات إذن أبدأ الآن لنرى عدد ذرات الكربون كم عدد الذرات الكربون في الصيغة ممتاز إذن ذرتين إذن كنا في الكتلة المولية نقول 2 مول الآن ذرتين كربون إلى كم جزيء ممتاز في جزيء واحد إذن ذرتين كربون في جزيء واحد النسبة بين إذن فنقول الآن بهذه الطريقة لاحظ معي 2 ذرة من الكربون إلى 1 من المركب كامل أقوم بضربها في القيمة التي أوجدناها كعدد جزيئات المركب كامل بالتقريب بالتقريب تعطي 6 ضرب 10.23 بالتقريب إذن تعطيني عدد جزيئات أقوم بضرب 2 على 1 ضرب 5.96 ضرب 10.23 إيثانول أقوم بضربها وإعطاء الناتج كم ذرة كربون 1.19 في 10 أس 24 ذرة كربون إذن طريقة حساب عدد الذرات ننظر إلى الصيغة ونوجدها على شكل نسبة كم ذرة في المركب كامل كم ذرة بالنسبة جزيء واحد أو نسبة إلى جزيء واحد ثم نضربها في عدد جزيئات المادة نفسها نأخذ ذرة الهيدروجين بنفس الطريقة إذن الهيدروجين انظر إلى الهيدروجين الآن 5 واحد هنا 6 ولكن ليس 6 مول 6 ذرات هيدروجين إذن تذكر يقول تذكر عدد الجزيئات 5.96 في 10.23 جزيء من الإثانول تذكرنا الآن نقوم بإيجاد النسبة كم ذرة هيدروجين 6 إلى كم إلى واحد جزيء إذن 6 ذرات إلى جزيء واحد كقسمة 6 إلى واحد أقوم بضربها في عدد جزيئات الإثانول إذن ضربناها في عدد جزيئات الإثانول كم ذرة هيدروجين إذن 6 ضرب هذه القيمة سوف تعطي عدد ذرات هيدروجين 3.57 في 10 أس 24 ذرة من الهيدروجين إذن الآن لكي أحسب عدد الذرات أضع عددها في داخل الصيخة نسبة إلى جزيء واحد ثم أقوم بضربها في عدد جزيئات الإثانول التي تم إيجادها في المرحلة القبل أو السابقة فيعطيني عدد الذرات بقي لي ذرة الأكسوجين الآن كيف لي أن أحسبها لاحظ معي يقول تذكر أن عدد جزيئات الإثانول 5.96 في 10 أس 23 تذكرنا الآن الآن نعود لنرى عدد الذرات كم ذرة تحت الأكسوجين كم واحدة ذرة واحدة فقط في كم جزيء واحد نسبة إلى جزيء واحد إذن واحد إلى واحد أقوم بضربها في عدد جزيئات الإثانول إذن عند ضربها يعطي عدد الذرات فوراً وهو بنفس القيمة 5.96 في 10 أس 23 ذرة من الأكسوجين بهذه الطريقة استطعت أني أحسب عدد ذرات الكربون والهيدروجين والأكسوجين ولكن بعد المرور بمراحل حساب الكتلة المولية ثم يليها عدد المولات ثم أريد أن أعرف كم جزيء من الإثانول ثم آخر مرحلة حساب عدد الذرات في داخل هذا الجزيء أو في مقدار من هذه الجزيئات نأتي الآن إلى سؤال آخر عينة من كبريتيت الصوديوم كتلتها 2.4 جرام السؤال كم عدد آيونات الصوديوم وكم عدد آيونات الكبريتيت أيضاً ما هي الكتلة بالقرام لوحدة صيغة واحدة فقط من كبريتيت الصوديوم إذن كما تعودنا في السؤال السابق لابد المرحلة الأولى من إيجاد ممتاز حساب الكتلة المولية أحتاجها في المرحلة الثانية رائع عدد المولات إذن نمر بمراحل مرحلة أولى أحسب الكتلة المولية لأنني أحتاجها في الخطوة التي تليها حساب عدد المولات ممتاز ثم بعد ذلك تقول لي حساب عدد الجسيمات لكن أي جسيم راح أتكلم عنه لاحظ معي الفكرة الثالثة وحدة صيغة ممتاز إذن ليست جزيئات مثل السؤال السابق إنما وحدة صيغة فنقول حساب عدد الجسيمات كوحدة صيغة كيميائية يليها هل أحسب عدد ذرات؟ لا لم يطلب عدد ذرات طلب عدد أيونات إذن نقوم بحساب عدد الأيونات سواء للصوديوم أو الكبريتيت تليها يقول ما كتلتها بالقرام لوحدة صيغة واحدة إذن آخر خطوة لابد من حساب كتلة وحدة صيغة واحدة فقط هذه المراحل سوف نمر بها نفس المراحل السابقة اللهم بدل عدد ذرات عدد أيونات وأضفنا حساب الكتلة كمرحلة أخيرة لنبدأ الآن كبداية حساب الكتلة أمامي الصيغة الآن Na2SO3 الصوديوم كم؟ 2 ممتاز من الأسفل هل أقول ذرتين مثل قبل قليل؟ ممتاز لا 2 مول أحتاجها كمولات كتلة مولية إذن سأقول الآن 2 مول من الصوديوم الضربة في علما بأنه 23 ممتاز أقوم بحذف الوحدات المتشابهة في أماكن متعاكسة ويعطي 46 جرام صوديوم أصبحت الآن كتلة الصوديوم موجودة الذي يليها كعنصر لاحظ ممتاز كبريت لا يوجد رقمه لكنه 1 مول إذا 1 مول من الكبريت قم بضربة في علما بأنه 32 احذف الوحدات المتشابهة في أماكن متعاكسة يعطي 32 جرام كبريت الذرة التي تليها لاحظ معي الأكسوجين ممتاز مكتوب في الأسفل ثلاثة ثلاثة مول لأنه نحسب كتلة مولية إذن ثلاثة مول ضرب علما بأنه 16 ثلاثة في 16 ممتاز 48 جرام من الأكسوجين كما تعودنا نقوم بجمع كتل الكتل الموجودة لديها للذرات التي تعطي الكتلة كاملة للمركب كامل بالأكمل تعطي كم؟ 126 جرام لكل مول من كبريتيت الصوديو إذن 126 جرام احفظ هذه المعلومة أو هذا الرقم الأحتاجة في المرحلة التي تليها وهي عدد المولات إذن أصبحت الكتلة المولية للمركب كامل موجودة أنتقل للخطوة التي تليها وهي حساب عدد المولات كيف لي أن أحول الكتلة بالقرامات 2 وربع إلى مول لابد أن أتذكر الكتلة المولية قبل قليل 126 ممتاز جرام لكل مول أبدأ بوضع القانون قانون عدد المولات كتلة بالقرام موجودة في المسألة على كتلة مولية أوجدناها 126 مجرد تعويض فقط أبدأ بوضع كتلة المادة بالقرام 2 وربع على الكتلة المولية 126 أحذف القرامات معا وأعطي القيمة بالمول كم؟ 18 من ألف مول 18 من ألف مول عدد مولات كبريتيت الصوديوم إذن عدد المولات أصبح جاهز أحتاجه في المرحلة الثالثة وهي حساب عدد الجسيمات وحدة صيغة لماذا؟ لأن قانون عدد الجسيمات وحدة صيغة كيميائية قانونها يقول ماذا؟ عدد المولات ضرب عدد أفوكادرو ممتاز لذلك أحتاج هذه القيمة أقوم الآن بوضع هذه المرحلة عدد الجسيمات يقصد وحدة صيغة واحدة كيميائية تذكر عدد المولات قبل قليل 18 من ألف مول هذا كعدد مولات ضع قانون عدد الجسيمات ممتاز عدد المولات في عدد أفوكادرو المولات في المرحلة السابقة أقوم بضربها في عدد أفوكادرو قيمة نحن نحفظها إذن تعطيني كناتج كم وحدة صيغة يعطي 1.8% في 10 أس 2 وحدة صيغة على حسب المطلوب لا تقول جزي وحدة صيغة لأنا قال كم وحدة صيغة إذن 1.8% في 10 أس 2 وحدة صيغة أصبحت الآن وحدة الصيغة جاهزة الآن كم عدد الآيونات أستطيع أني أوجدها كعلامة أو كقيمة نسبية وأضربها في وحدة الصيغة التي أمامي كما فعلنا في ضربها في عدد جزيئات في السؤال السابق إذن أوجد نسبة الآيون إلى المركب ثم أضربها في هذه القيمة إذن حساب الآن عدد الآيونات سواء للصوديوم أو الكيبريتيت أبدأ الآن يقول تذكر وحدة الصيغة الذي قمنا بإيجادها 1.8% في 10 أس 2 وحدة صيغة أبدأ الآن أخذ الصوديوم وأنظر له في الصيغة الرقم بالأسفل مرة نقول له عدد ذرات مرة نقول مولات والآن آيونات إذن كم عدد آيونات الصوديوم أنظر في الأسفل مكتوب 2 إذن آيونين ممتاز إذن انتبه للتعبير حسب الطلب إذن 2 تحت الصوديوم أي آيونين إذن فنقول الآن 2 من الصوديوم إلى 1 من وحدة صيغة 2 إلى صيغة كاملة 1 إذن 2 في 1 أو نسبة إلى 1 من الصيغة أقوم بضربها في قيمة وحدة الصيغة التي قمنا بإيجادها إذن ضرب 1.8% في 10 أس 22 إذن الآن إذن الآن 2 في هذه القيمة تعطي كم آيون وليس ذر آيون رح يعطي 2.16 في 10 أس 22 آيون صوديوم إذن بهذه الطريقة نفس الطريقة اللهم المصطلحات يتم تغييرها كنا نريد عدد ذرات والآن نريد عدد آيونات كم آيون من الكبريتيت SO3 لا تقول ثلاثة ثلاثة للآيون المتعدد كامل SO3 كامل كام واحد إذن واحد آيون واحد SO3 كآيون متعدد إذن فنقول 1 إلى 1 1 في صيغة واحدة فقط إذن أقوم بضربها في وحدة الصيغة التي قمنا إيجادها في المرحلة السابقة يعطي كم نفس القيمة 1.8 من 100 في 10 أس 22 من آيونات الكبريتيت بهذا الشكل أصبحت الآيونات موجودة قمنا بحل فقرة A وB بقي لنا فقرة C يقول فيها الكتلة بالقرام لوحدة صيغة واحدة فقط إذن سأقوم الآن بحساب الكتلة لوحدة صيغة واحدة فقط أحتاج الكتلة المولية التي تم حسابها في المرحلة الأولى وهي 126 لماذا؟ لكي أحسب كتلة وحدة صيغة كيميائية فيقول قم بضرب الكتلة المولية في مقلوب عدد أفوغادرو ماذا يعني؟ قم بضرب الكتلة المولية في مقلوب عدد أفوغادرو أي أقسم الكتلة المولية على عدد أفوغادرو ممتاز إذن ستكون بالآلة أو بالعمليات الحسابية قسمة قسمة الكتلة المولية اقسمها على عدد أفو قادر وماذا يعطي ككتلة بالقرامات سوف يعطي 2.9 من 100 في 10 أس ناقص 22 جرام لكل وحدة صيغة احفظ هذه القيمة لنرى بحل آخر أو بطريقة أخرى 2.9 من 100 في 10 أس ناقص 22 جرام لكل وحدة صيغة إذن هذه طريقة حل أولى هناك طريقة حل أخرى لإيجاد الكتلة غير أني أقسم الكتلة المولية على وحدة أو قسمها على عدد أفو قادر إذن نقوم به طريقة أخرى الآن لإيجاد الكتلة طريقة أخرى يقول بمعلومية وحدة صيغة طريقة الأولى معلومية الكتلة المولية الآن أريد أن أعود لوحدة صيغة كيميائية أعود لها فيقول قم بقسمة الكتلة بالجرام في المسألة على وحدة الصيغة الكتلة بالجرام في المسألة على وحدة صيغة هل تعطي نفس الرقم؟ لنرى الآن نقوم بقسمتها تعطي نفس الرقم 2.900 في 10 أس ناقص 22 جرام لكل وحدة صيغة إذن لك الخيار الآن أن تختار أي طريقة هل تقسم الكتلة المولية على عدد أفوغادرو لإيجاد الكتلة؟ أم تقسم الكتلة في المسألة على وحدة الصيغة؟ كل الطرق تؤدي إلى نفس الناتج نأتي الآن بهذا الشكل انتهينا من السؤال نأتي إلى السؤال الأخير عندي أعين من ثاني أكسيد الكربون كتلتها 52 جرام أوجد عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الأكسوجين لأنها ذرتين كربون وأكسوجين عدد ذراتها بالإضافة إلى كتلة جزيء واحد إذن عدد الجسيمات اليوم جزيء الآن فهذا المسألة جزيء وليست وحدة صيغة إذن نبدأ الآن حفظنا المراحل مرحلة الأولى ممتاز الكتلة المولية نبدأ بحساب الكتلة المولية الكربون كم في الصيغة؟ واحد ممتاز إذن واحد مول ضرب 12 جرام 12 جرام لكل مول نحذف الوحدات المتكررة ويعطي 12 جرام كربون الأكسوجين كم في الصيغة؟ ممتاز 2 مول إذن 2 مول من الأكسوجين فيه علما بأنه 16 يعطي 32 أصبحت الذرات موجودة أقوم ممتاز بجمعها نقوم بجمعها تعطيني كتلة المولية المركب كامل 44 جرام لكل مول لثاني كسيد الكربون أصبحت الآن كتلة مولية موجودة المرحلة الثانية رائع عدد المولات قانون عدد المولات يقول بمعلومية الكتلة المولية 44 لقبل قليل كتلة المادة ممتازة على كتلة المولية إذن قم بقسمة كتلة المادة 52 على الكتلة المولية 44 إذن قم بحذف القرامات وعطي الناتج كم عدد المولات؟ 1.18 مول ممتاز انتهينا أصبحت عدد المولات الآن جاهزة لحساب من؟ ممتاز عدد الجسيمات بين قوسين جزيئات إذن نأتي للمرحلة التي تليها عدد الجسيمات وأعني عدد الجزيئات أحتاج للمولات 1.18 مول أقوم بتذكر القانون عدد المولات التي تم إيجادها في عدد أفوقدر وحفظينها الآن إذن بالضرب ممتاز يعطي على فورا عدد الجزيئات 7.11 في 10 و 23 جزيئ من ثاني أكسيد الكربون أصبحت عدد جزيئات ثاني أكسيد الكربون موجودة الآن أستطيع حساب عدد ذرات الكربون والأكسوجين إذن عدد الذرات لا أستطيع حسابها إلا بعدما أعرف كم جزيئ لدي من ثاني أكسيد الكربون إذن مرحلة الأخيرة أو قبل الأخيرة حساب عدد الذرات تذكر أن عدد الجزيئات 7.11 في 10 و 23 إبدأ كم كربون في المركب واحد ممتاز إذن ذرة واحدة بتعبير ذرة ذرة واحدة في واحد جزيئ قم بضربها في عدد الجزيئات للثاني أكسيد الكربون يعطي 7.11 في 10 و 23 من ذرات الكربون الأكسوجين كم ذرة في الصيغة؟ ذرتين فنقول 2 نسبة إلى جزيئ واحد أقم بضربها في عدد جزيئات ثاني أكسيد الكربون فتعطي كم 2 في هذه القيمة؟ 1.42 في 10 و 24 ذرة من الأكسوجين بهذه الطريقة حسبت A و B بقي لي حساب الكتلة إذن كيف لي أن أوجد الكتلة؟ كتلة جزيئ واحد ثاني أكسيد الكربون بمعلومية الكتلة المولية هل تتذكر؟ إذن كتلة مولية على عدد أفوغادرو يقول بضربها في مقلوب عدد أفوغادرو أي كتلة مولية على عدد أفوغادرو كم تعطي الكتلة المولية على عدد أفوغادرو كتلة جزيئ واحد فقط ثاني أكسيد الكربون 7.31 في 10 أس ناقص 23 جرام للجزيئ الواحد إذن لك طريقتين إما كتلة مولية على عدد أفوغادرو أو كتلة بالقرام على جزيئ ممتاز على وحدة الجزيئ التي تم إيجادها تعطي نفس الطريقة نفس الناتج إذن في الختاب ماذا درسنا؟ ممتاز درسنا طريقة تحويل حساب الكتلة المولية أيضا كيف نحول الكتلة المركب إلى عدد مولات ثم تحويل عدد هذه الأيونات أو الذرات أو إيجادها وحسابها كيف أحول كتلة المركب إلى عدد جسيمات بالاعتماد على عدد المولات ممتاز وطبقنا الكثير من المسائل الحسابية إذن في الختام في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابنا وطالباتنا أهلا وسهلا بكم لنقوم بحل تمارين فصل التنوع الحيوي قبل أن نبدأ في حل فصل تمارين التنوع الحيوي لدينا مراجعة بسيطة على آخر الموضوعات التي تحدثنا عنها في آخر موضوعاتنا قد تكلمنا عن الاستصلاح وذكرنا أن الاستصلاح هو إعادة الحياة لمنطقة ما بعد تأثرها بعدة عوامل وذكرنا أن المناطق الأنظمة البيئية تتأثر إما بكوارث طبيعية أو بكوارث بفعل الإنسان كذلك ذكرنا أن هناك عوامل محددة لزمن إعادة الاستصلاح فعند استصلاح أي نظام بيئي نحتاج فترة من الزمن هذا الزمن يعتمد على عاملان أساسيان وهما حجم المنطقة التي تتأثر بهذا الكارثة أو بهذا الاضطراب أيضا نوع الاضطراب الذي حدث في النظام البيئي وختمنا درس الاستصلاح بطرق وتقنيات استخدمها علماء البيئة سرعوا من خلالها عمليات الاستصلاح للأنظمة البيئية وذكرنا أن علماء البيئة يستخدمون إما المعالجة الحيوية أو الزيادة الحيوية في أولى أسئلتنا في أسئلة المراجعة بالفصل الرابع في مراجعة المفردات استبدل الكلمة التي تحتها خط بمفرده من صفحة دليل مراجعة الفصل لتصبح الجملة صحيحة في الفكرة الأولى يحدث التنوع الحيوي للأنواع عندما يموت آخر فرد في النوع وذكرنا أن هذا التعريف متعلق بالانقرار في الفكرة الثانية يشير التنوع الوراثي إلى تنوع الأنظمة البيئية الموجودة في المحيط الحيوي ونستبدل التنوع الوراثي بتنوع الأنظمة البيئية أو تنوع النظام البيئي في الفكرة الثالثة تنوع النظام البيئي هو عدد الأنواع المختلفة والوفرة النسبية لكل نوع في المجتمع الحيوي ذكرنا هذا التعريف عندما تكلمنا وعرفنا تنوع الأنواع في السؤال الرابع في تثبيت المفاهيم الرئيسة من خلال استخدام الصورتين ما المصطلح الأفضل الذي ينطبق على الأرنبين في الصورتين A تنوع النظام البيئي B التنوع الوراثي C غين الأنواع D تنوع الأنواع مثل ما يظهر معنا في الصورة هو التنوع الوراثي نجد أن هناك اختلاف ما بين الأرنبين سواء في الأحجام أو حتى في وفرة وكثرة الفراء في السؤال الخامس بالعودة إلى الشكل 4-3 ودائما ننبه ونذكر أثناء عرض أسئلة تتطلب منها رسم بياني أو العودة إلى رسوم بيانية أو إلى أشكال أتمنى من الطلاب والطالبات متابعة من خلال الكتاب لتكون الصورة أوضح حدد المناطق التي تقل فيها نسبة الطيور في المملكة العربية السعودية مستخدما الشكل 4-3 هل هي المنطقة الشمالية؟ المنطقة الجنوبية؟ المنطقة الجنوبية الشرقية؟ عم الشرقية؟ أم الغربية؟ ونحن ندرس أنواع الطيور في المملكة العربية السعودية ذكرنا أن المخلوقات في المملكة العربية السعودية تتوزع بأعداد محددة أعطينا الزواحف اللون الأخضر والثديات اللون الأحمر والطيور اللون الأزرق وبالتركيز على الخارطة نجد أن المنطقة الجنوبية الشرقية هي أقل مناطق المملكة العربية السعودية تواجدا للطيور إذن الإجابة الصحيحة هي المنطقة الجنوبية الشرقية في السؤال السادس ما الذي يمثل القيمة الاقتصادية غير المباشرة للتنوع الحيوي الطعام الملابس الحماية من الفيضان أم الأدوية جميع الخيارات تمثل أهميات اقتصادية مباشرة ما عد الفقرة سي الحماية من الفيضان في السؤال السابع ما المصطلح الذي يصف تجمعا من المواقع الآتية غابة بحيرة ما عد مصب النهر المروج تنوع النظام البيئي في الفقرة A. B. الانقراض. C. التنوع الوراثي. D. تنوع الأنواع والإجابة الصحيحة هي تنوع النظام البيئي في السؤال الثامن في الأسئلة البنائية نهاية مفتوحة استنتج لماذا يوجد تنوع في الأنواع في المملكة العربية السعودية أكثر من شمال الأسكا المناخ في المملكة العربية السعودية يدعم عدة مواطن بيئية بينما في الأسكا صحراء قطبية متجمدة إذن المناخ في المملكة العربية السعودية من أهم العوامل اللاحيوية الداعمة للأنظمة البيئية تنوع هذا المناخ دعم عدة بيئات لذلك كان التنوع الأحيائي في المملكة العربية السعودية أكبر منه في الأسكا وهي عبارة عن صحراء قطبية متجمدة أيضا في السؤال التاسع نهاية مفتوحة فالسر لماذا تؤدي الزيادة في تنوع النظام البيئي إلى زيادة التنوع الحيوي في الغلاف الحيوي لأن كل نظام بيئي يدعم أشكال مختلفة من الحياة نعرف أن الأنظمة البيئية المختلفة لكل نظام بيئي نباتاتها الخاصة، حيواناتها الخاصة، أحياءها التي تعيش فيها فكلما زادت الأنظمة البيئية، تنوعت الأنظمة البيئية، سوف يكون لدينا تنوع أحيائي أكبر في السؤال العاشر، إجابة قصيرة، صف ثلاث فوائد للغلاف الحيوي ونحن ندرس مستويات التنظيم، ذكرنا أن الغلاف الحيوي هو آخر مستويات التنظيم، أكبر مستويات التنظيم ظهر منها عدة أهميات للغلاف الحيوي، نستطيع ذكر منها الغلاف الحيوي هو الوسط الذي تعيش فيها المخلوقات الحية هو المكان الذي تتم فيها التغيرات الأساسية الفيزيائية والكيميائية التي تحدث للمكونات الغير حية أيضا هذا الغلاف يدعم المخلوقات بالموارد الطبيعية التي تحتاج إليها في السؤال الحادي عشر، مستخدمين نفس الصورة كانت في السؤال الرابع إجابة قصيرة، فسر كيف تساعد الصفة التي توضحها الصورة تام في السؤال الرابع من هذه الصفحة على بقاء الأنواع بمعنى في هذه الصورة ظهرت الأرانب بفراء مختلفة نستطيع نقول أن درجات الحرارة أو اختلاف درجات الحرارة في الأنظمة البيئية من خلال هذا الفرو تدعم أنواع محددة من الأرانب يعني نجد مثلا في البيئات الصحراوية الأرنب الصحراوي نجد كمية أو الفراء الذي يغطيه يكون قليل بينما الأرانب تعيش في المناطق الباردة في المناطق التي يكون فيها تسوق الثلوج سنشاهد الأرانب بكمية فراء أكبر أيضا الألوان التي تظهر في الأرانب قد تساعدها في التخفي فالأرانب في بعض البيئات الصحراوية تكون ألوانها مشابهة لبيئاتها فتساعدها في الاختباء والهروب من الأعداء ولكن مثل ما يظهر معنا في الصورة كمية الفراء فيسمح التنوع في كثافة فرو الأرنب بالعيش في بيئات مختلفة في التفكير الناقض في السؤال الثاني عشر وضح لماذا يصعب تقدير قيمة الصفات الجمالية للتنوع الحيوي بسبب اختلافات الأشخاص ونظرتهم تجاه هذه الجماليات وأهميتها لديهم اتفقنا أن الأشخاص يختلفون في نظرتهم يختلفون في تقديراتهم وكياساتهم لذلك لن يكون هناك قدرة على تقدير القيم الجمالية في السؤال الثالث عشر صفة الفائدة التي يوفرها النظام البيئي في مجتمعك والتي يجب حمايتها للتأكيد من استمرار جودتها اليوم نحن في المملكة العربية السعودية بلد شبه قارة تتنوع فيها الأنظمة البيئية أنتم تتابعوني من أنحاء المملكة العربية السعودية من بيئات مختلفة بيئة بحرية بيئة صحراوية بيئة جبال بيئة سهول أيضا هناك أو النظام البيئي الذي تعيش فيه أكيد سوف يكون مختلف عن باقي الأنظمة في وجهة نظرك أنت كطالب أنت كطالبة ما هي الفائدة التي توفرها النظام البيئي لك اليوم أنا اخترت لكم أن الأنظمة البيئية الزراعية كأحد الأنظمة البيئية الموجودة في المملكة العربية السعودية سنجد الهواء النقي تساعد في خفض درجات الحرارة مثل ما اتفقنا دائما المناطق الزراعية تكثر فيها النباتات تخفض فيها درجات الحرارة بالصيف أيضا في أثناء الشتاء أثناء البرودة القاسية هذه النباتات تضيف لنا الرطوبة وتلطف الأجواء في مراجعة المفردات فسر الاختلاف بين كل زوج من المفردات الآتية ثم فسر كيف ترتبط هذه المفردات بعضها ببعض في السؤال الرابع عشر الانكراض التدريجي والانكراض الجماعي بمعنى يطلب السؤال تعريف كل مفردة الفرق بين كل مفردة أيضا ها المفردتين أو المصطلحين في ماذا يشتركون الانكراض التدريجي بطيء ولا يؤثر في كثير من الأنواع بينما الانكراض الجماعي سريع وينتج عنه الكضاء على عدد كبير من الأنواع كلاهما بمعنى الانكراض التدريجي والانكراض الجماعي كلاهما يدل على فناء نوع أو أنواع من المخلوقات الحية في نفس السؤال في الفكرة الخامس عشر تجزئة الموطن البيئي وأثر الحدود البيئية تجزئة الموطن البيئي عملية حقيقية أثر الحدود البيئية هو نتيجة تكوّن ظروف بيئية مختلفة على حدود المواطن البيئية المجزئة كلاهما بمعنى تجزئة الموطن وأثر الحد البيئي كلاهما يحدث عند تقسيم النظام البيئي بنفس السؤال في الفقرة السادسة عشر الاستغلال الجائر والأنواع الدخيلة نستطيع تعريف الاستغلال الجائر على أنه الاستخدام الزائد للنوع لقيمته الاقتصادية والأنواع الدخيلة هي الأنواع الغير أصيلة التي أدخلت عن قصد أو بغير قصد إلى موطن بيئي جديد كلاهما الاستغلال الجائر الأنواع الدخيلة ينتج عنهما نقص في التنوع الحيوي في النظام البيئي في تثبيت المفاهيم الرئيسة في الفقرة السابع عشر أي مجموعة من المخلوقات الحية في الجدول أربعة اثنين لها العدد الأكبر من الانكراضة الكلي أثناء دراسة درس الانكراضات استعرضنا جدول ذكرنا في هذا الجدول عدد الانكراضات للمخلوقات الحية خلال الأربعمية سنة أتمنى من الجميع في السؤال هذا والسؤال الذي يليه في الفقرة الثامنة عشر متابعة الجدول وأخذ الأرقام من الجدول مباشرة إذن خلال الأربعمية سنة الماضية بالتحديد منذ عام 1600 ميلادي كان هناك انكراضات في السؤال السابع عشر يسأل عن أي مجموعة من المخلوقات الحية لها العدد الأكبر من الانكراض هل هي الطيور؟ هل هي النباتات الزهرية؟ هل فقاريات؟ أم الثديات؟ مثل ما يظهر في الجدول النباتات الزهرية هي أكثر المخلوقات انكراضا في السؤال الثامن عشر مستخدمين نفس الجدول ما المجموعات التي لها أكبر نسبة انكراض في الجدول؟ هل هي الطيور؟ أم الثديات؟ أم الأسماك؟ أم الزواحف؟ إذن من ناحية النسبة والتناسب الثديات ظهرت كأكثر المخلوقات انكراضا خلال الأربعمية سنة الماضية مستخدمين الشكل الآتي لتجيبوا على السؤالين 19 و 20 في سؤال 19 أو فكرة 19 ما الموطن البيئي الذي له أكبر فاعلية نتيجة وجود الحد البيئي؟ بمعنى له الأثر في الحدود البيئية هل هو نقصد به A أم B أم BUA أم لا شيء مما ذكر؟ إذن من ناحية الحدود البيئية الشكل B هو الذي سوف يكون له أكثر فاعلية في السؤال 20 وبطريقة معاكسة ما الموطن البيئي الذي يدعم أكبر قدر من التنوع الحيوي؟ طبيعيا بالتأكيد مثل ما تعلمنا مثل ما درسنا النظام البيئي كلما كان أكبر النظام البيئي كلما كان أشمل سوف يدعم أكثر عدد من المخلوقات الحية والإجابة الصحيحة هي الشكل A في سؤال 21 أيا مما يأتي لا يعد طريقة يفقد بها النوع أو يفقد بها النوع موطن البيئي هل هي الانقراض التدريجي أم التدمير أم الاختلال أم التلوث؟ إذن جميعها تعتبر من الطرق التي أزيل فيها الموطن البيئي أو فقط من خلالها النوع موطن البيئي ما عدا الانقراض التدريجي في السؤال الثاني والعشرين كم مرة يزيد الانقراض التدريجي الحالي على معدل الانقراض الطبيعي تقريبا؟ مرة واحدة B عشر مرات C ألف مرة D عشر آلاف مرة إذن مثل ما تعلمنا اليوم الانقراض التدريجي يزيد على الانقراض الطبيعي في السابق ألف مرة في السؤال الثالث والعشرين ما الظروف التي أدت إلى ظهور سلسلة من الأحداث على شاطئ الأسكى؟ ثم بدأ اختفاء غابات عشب البحر في هذا المثال الذي ذكرنا فيه عندما تم استياد الحيتان نقصت أعداد الأسماك أثر ذلك في الغذاء الذي كانت تحصل عليه فقمة المواني وأسد البحر قلت أعداده بذلك الحوت القاتل اضطر لترك للبحث عن غذاء مختلف وبدأ بالتغذي على القضاعة نقصت أعداد القضاعة زادت أعداد قنافذ البحر تأثر عشب البحر في مثالنا الذي تم دراسته أي الأحداث يذكر ما هي الظروف التي أدت إلى ظهور سلسلة من الأحداث على شاطئ الأسكى؟ ثم بدأ اختفاء غابات عشب البحر نقصان كمية العوالق زيادة أعداد ثعالب الماء الصيد الزائد للحيتان آكلة العوالق التلوث الناتج من المبيدات إذن الصيد الزائد للحيتان آكلة العوالق هي الإجابة الصحيحة للتذكير في مثالنا ظهر معنا نوعين من الحيتان حيتان آكلة للعوالق والحيتان القاتلة في الأسئلة البنائية سؤال الرابع والعشرين إجابة قصيرة فالسر لماذا يعد النمر العربي حيوانا مهدد بالانقراب ونحن ندرس النمر العربي كأهم المخلوقات الموجودة في المملكة العربية السعودية أهم الحيوانات ذكرنا من أهم أسباب انقراب هذا النمر العربي هو صيده للمتاجرة بفروة أيضا صيد المخلوقات التي تتغذى عليها هذا النمر العربي من مقلة المصادر وأدى إلى تناقص أعداده فأعداد هذه الجماعة قليل جدا وصل إلى الحد الذي يضعه في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراب في التفكير الناقض السؤال الخمسة وعشرين أنصح ما الطرائق التي يمكن الاعتماد عليها للتقليل من حدوث عملية الإثراء الغذائي في الممرات المائية الإثراء الغذائي ظهر معنا كأحد أنواع التلوث نريد الحد من هذه العملية ما هي الوسيلة ما هي الطرق من أهم الوسائل هي الحفاظ على هذه الممرات من وصول الأسمدة وفضلات الحيوانات إليها أيضا حتى مياه الصرف الصحي نحرص أنها لا تصل إلى هذه الممرات المائية لأن الأسمدة، فضلات المخلوقات الحية، مياه الصرف الصحي كلها عوامل تزيد من نشاط الطحالب وتسرع من عملية الإثراء الغذائي في السؤال السادس والعشرين فالسر لماذا يعد إطلاق حيوانات أليفة دخيلة في النظام البيئي المحلي فكرة جيدة إذن لماذا نعتبر إطلاق أي حيوان أليف لا يعد من الأفكار الجيدة السبب مثل ما ذكرنا أثناء شرحنا للمخلوقات الدخيلة أو عملية الاستيطان ذكرنا أن الحيوانات الجديدة تستغل النظام البيئي على حساب النوع الأصلي وتغير من العوامل الضابطة للنظام البيئي التي أدخلت له أهم نقطة نركز عليها في هذه الجزئية أن المخلوقات الدخيلة المخلوقات الغير أصيلة في نظامها البيئي لا يظهر لها مثل هذا الأثر في نظامها البيئي هناك عوامل ضابطة ما بين مفترسات ما بين مخلوقات تتفاعل مع بعضها وهناك اتزان في النظام البيئي الذي تعيش فيه ولكن عند دخول هذه المخلوقات للنظام البيئي جديد سوف تتغير العوامل الضابطة للاتزان البيئي الجديد الذي أدخلت إليه في مراجعة المفردات أجب عن كل سؤال باستخدام مفردة من صفحة دليل مراجعة الفصل في الفكرة 27 ماذا نسمي الموارد التي يتم استبدالها عن طريق عمليات طبيعية على نحو أسرع من استهلاكها مثل ما ذكرنا نقصد بها الموارد المتجددة في الفكرة 28 ماذا نسمي النوع الذي يوجد فقط في موقع جغرافي واحد تكلمنا عنها أثناء دراستنا للمناطق الساخنة وذكرنا نسميه الأنواع المستوطنة أو نوع مستوطن في الفكرة 29 ما العملية التي تستخدم فيها المخلوقات الحية في إزالة سمية مواد في موقع ما ومثل ما درسنا في عملية الاستصلاح نسمي هذه العمليات عمليات المعالجة الحيوية في الفكرة 30 ماذا نسمي الموارد الموجودة بكميات محدودة أو التي تستبدل عن طريق عمليات طبيعية عبر مدة زمنية طويلة ونقصد بها الموارد الغير متجددة في تثبيت المفاهيم الرئيسة في الفكرة 31 أي المصطلحات الآتية تعبر عن إعادة استصلاح التنوع الحيوي لمنطقة ملوثة أو متضررة هل هي الزيادة الحيوية أم الممر الحيوي أم الموارد المتجددة أم الاستخدام المستدام الإجابة الصحيحة هي الزيادة الحيوية مستخدمين هذا الشكل لنجيب على سؤال 32 ما فائدة ممر الموطن البيئي المبين في الصورة أعلى A يزيد الممر من أثر الحد البيئي في المنطقة تقل الأمراض من منطقة إلى أخرى نقل الطفليات بسهولة من منطقة إلى أخرى تستطيع أفراد الأنواع الانتقال بأمان من منطقة إلى أخرى أثناء دراستنا للممرات البيئية ذكرنا أن لها أهميات كذلك كان لها سلبيات مما يظهر في هذه الفكرات D هي الإجابة الصحيحة تستطيع أفراد الأنواع الانتقال بأمان من منطقة إلى أخرى مستخدمين الرسم البياني أيضا بدي الجميع تابع من الكتاب لتكون الصورة أوضح في سؤال 33 الكارثة التي يسببها الإنسان وتحتاج إلى أطول زمن لإعادة استصلاحها هل هي A الاستغلال الجاهل للمياه الجوفية B التلوث الصناعي C القنبلة النووية D البقعة النفطية إذن نحن نحدد بالتحديد الكارثة التي كانت بفعل الإنسان لا نتكلم عن الكوارثة الطبيعية الكارثة التي تكون بسبب الإنسان وتحتاج إلى مدة زمنية طويلة هي الاستغلال الجائر للمياه الجوفية مثل ما يظهر معنا في الرسم البياني مستخدمين نفس الجدول في السؤال الرابع والثلاثين ما الكارثة الطبيعية التي تحتاج إلى أقل زمن لإعادة استصلاحها أيضا في سؤال 34 نحن نحدد كارثة طبيعية لا نتكلم عن الكوارثة التي كانت بفعل الإنسان هل هي صاعقة برق ب سقوط نيازك س تسونامي د انفجار البراكين ومثل ما يظهر معنا في الرسم صاعقة برق هي أسرع الكوارثة الطبيعية التي تحتاج إلى عفوا هي أقل الكوارثة الطبيعية التي تحتاج إلى زمن بسيط لإعادة استصلاحها في الأسئلة البنائية إجابة كصيرة فالسر لماذا تحافظ المحميات على التنوع الحيوي بطريقة أخرى ما هو دور المحميات ماذا قدمت المحميات للتنوع الحيوي المحميات تمنع الاستغلال الجائر تقلل فرص دمار الموطن البيي والتلوث أو حتى التجزئة في السؤال 36 مهن مرتبطة مع علم الأحياء فاستر كيف يستخدم علماء المخلوقات الحية الدقيقة المعالجة الحيوية لإزالة المواد السامة في المناطق الملوثة أثناء دراستنا للمعالجة الحيوية في الاستصلاح ذكرنا أنه ممكن نستخدم مخلوقات دقيقة ممكن نستخدم بعض النباتات لإزالة السموم في السؤال حدد المخلوقات الدقيقة أثناء دراستنا لهذا الدرس اتفقنا أن هناك أنواع من البكتيريا استطاع علماء البيئة استخدامها في التخلص من البقع النفطية من خلال تحليلها لهذا النفط وتحويله إلى ثاني أكسيد الكربون ومثل ما ذكرنا مثل البكتيريا التي تستطيع إزالة البقع النفطية من خلال تحليلها وتحويلها إلى ثاني أكسيد الكربون في التفكير الناقض في السؤال السابع والثلاثين قوم لماذا يعد تطوير خطة الاستخدام المستدام لاستعمال الموارد الطبيعية مهما لأنه يمكننا من استخدامها بسرعة يمكن تعويضها أو إعادة تدويرها في الفكرة ثمانية وثلاثين قوم كيف تتغير خطة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية كلما استمروا سكان العالم في النمو وازداد مستوى معيشة السكان في الدول النامية بمعنى أنه لماذا نحتاج تبديل خطط استبدال خطط مع زيادة الاعداد البشرية مع تطور البلدان النامية من الضروري تغيير هذه الخطط لأن زيادة عدد الجماعات السكانية وتغير مستوى معيشتها يزيد من الضغط على الموارد يزيد من الضغط على استهلاك هذه الموارد لذلك يجب وضع خطط تناسب حجم الاستهلاك في الأولى أسئلة الاختبار المقنن ما العامل الرئيس المسؤول عن نقص النباتات في المناطق القطبية هل هو الرعي الجائر بواسطة آكلات الأعشاب بي الهطول القليل سي لا توجد تربة للنباتات تثبت الجذور وتساعدها دي أشعة الشمس الغير كافية ممكن هذا الجزئية في السؤال فصلنا فيها أثناء دراستنا المناطق البرية الرئيسة ونحن نتكلم عن المناطق التي تكون فيها ثلج ذكرنا أن هذه المناطق تفتقد للتربة الحقيقية لا تستطيع النباتات أن نمو فيها الإجابة الصحيحة سي لا توجد تربة للنباتات تثبت الجذور وتساعدها مستخدمين الرسم البياني ما المصطلح الذي يصف الرقم واحد في المنحنة هل نقصد به الانقراض التدريجي تدمير الموطن البيئي الانقراض الجماعي الاستغلال الجائر للأنواع الحية الإجابة الصحيحة هي الانقراض التدريجي مستخدمين نفس الرسم البياني ترتبط كمة المنحنة اثنين بالانقراض الناتج عن تدمير الموطن البيئي للحيوان الأصلي عندما استوطن الإنسان الجزيرة زيادة الصناعات وتأثير الإنسان مع مروق الوقت إدخال حيوانات غير أصيلة إلى النظام البيئي في الجزيرة مرض قاتل أثر في الجماعات الحيوية إذن زيادة الصناعات وتأثير الإنسان مع مرور الوقت تعتبر من أهم العوامل التي قد تزيد من هذا الانقراض أيضا قد نتكلم عن تدمير الموطن البيئي الحيوان الأصلي عندما استوطن الإنسان هذه الجزيرة يعني بمعنى أنه عندما حدث التدمير ارتفع مستوى الانقراض ثم عاد لوضعه الطبيعي ولكن الإجابة لصح هي زيادة الصناعات وتأثير الإنسان لأن هذه الصناعات حلت مكان هذه الأنظمة البيئية التي أزيلت ما العامل الذي يعتمد على الكثافة؟ درسنا العوامل التي تعتمد على الكثافة والعوامل التي لا تعتمد على الكثافة الجماعة الحيوية في السؤال يتسأل ما هو العامل الذي يعتمد على الكثافة؟ هل هو المناخ؟ الطقس؟ الضغط الجوي؟ أم التنافس على الغذاء؟ جميع هذه العناصر لا تعتمد على الكثافة؟ التنافس على الغذاء في السؤال الخامس ما الذي تتوقع وجوده في النطاق العميق من البحيرة هل تتوقع وجود طحالم نجد عوالق بقايا مخلوقات ميتة نباتات عائمة في الماء الإجابة الصحيحة هي بقايا مخلوقات ميتة في السؤال السادس مستخدمين الرسم البياني ما نسبة استهلاك النفط في السعودية عام 2005 يظهر في الرسم البياني استخدام بعض الدول للنفط عام 2005 مثل ما يظهر معنا في الرسم البياني ما هي نسبة استهلاك النفط في السعودية هل هي 23 مليون طن أم 39.3 مليون طن أم 87 مليون طن أم 300 مليون طن الإجابة الصحيحة 87 مليون طن أيضا مستخدمين نفس الرسم البياني أكبر دولة في استهلاك النفط في عام 2005 هل هي السعودية أم اندونوسيا أم الصين أم مصر مثل ما يظهر في الرسم البياني أكثر الدول استهلاكا للنفط هي دولة الصين في السؤال الثامن بناء على ما تعرفوا عن موطن المخلوقات المرجانية ما العامل اللاحيوي المحدد لها سقوط المطر السنوي تركيب التربة الكيميائي درجة الحرارة طول العام المخلوقات الحية الأولية التي تعيش في الشعاب المرجانية إذن عندما نتكلم عن العامل اللاحيوي درجة الحرارة طول العام هي أهم العوامل التي تؤثر في الشعاب المرجانية في السؤال التاسع إذا كانت مجموعة حيوية تعاني نقصا في حجمها في أعدادها فكيف يتم المقارنة بين معدل المواليد ومعدل الوفيات إذن إما أن تكون الوفيات أو يزداد عدد معدل الوفيات ويقل معدل المواليد أو يزداد معدل الوفيات ولا يتغير معدل المواليد في السؤال العاشر أكتب مثالا على مورد متجدد وآخر على مورد غير متجدد وحل سبب تصنيفهما هكذا من أهم الأشياء التي ذكرناها أثناء دراستنا لهذه الموارد موارد متجددة مثل الطاقة الشمسية لأنه يمكن استبدالها بشكل أسرع من استهلاكها موارد غير متجددة مثل الوقود الحفوري لأنه يحتاج إلى وقت طويل حتى يتم استبداله السؤال الحادي عشر وضح المعلومات التي تضمنها مخطط التركيب العمري أثناء دراستنا المركب العمري كان هناك معلومات ركزنا عليها التركيب العمري أو يشير منحنة التركيب العمري إلى أن الجماعة السكانية إما أن تنمو بسرعة أو تنمو ببطء أو لا تنمو أو تتناقص يبين أيضا المنحنة نسبة الجماعة السكانية في فئات عمرية معينة يسميناها التركيب العمري في السؤال الثاني عشر يعد نبات بروسوبس من النباتات الدخيلة على المملكة وضح سبب محاولة التخلص منه حاليا ذكرنا أن هذا النبات عندما أدخل كان له فوائد لكن في الأعوام الأخيرة اقتشف أن هذا النبات يسبب أمراض حادة لجهاز التنفسي خلال إزهاره أيضا هذا النبات ينافس النباتات الأصيلة على الموالد ومن أهمها الماء في السؤال الثالث عشر يبين المخطط السابق محميتين ضخمتين محاطتين بمنطقة توازن قدر نقطة إيجابية وأخرى سلبية تتعلق بهذه النطاقات المحمية حول نوع من الطيور يعيش في هذه أو يعيش في المنطقة A من الناحية الإيجابية فهي أن المحميات الضخمة كبيرة جدا ومحاطة بحزام بمعنى منطقة التوازن يحميها ويسمح فقط بالاستخدام المستدام للموارد ونتيجة لذلك تسمح هذه المحميات لأنواع الطيور بالبقاء فيها بصورة أفضل من المحميات الصغيرة أما من الناحية السلبية أما من الناحية السلبية فهي أن المحميتين منطقتان مصونتان ومفصولتان بمنطقة غير محمية مما لا يسمح للطيور الانتقال بأمان بين المناطق المحمية في السؤال الرابع عشر فالسر لماذا يدخل نوعان من المخلوقات الحية في علاقة تكافلية مشتركة في الوقت نفسه يعيش كل مخلوق حي مع وجود علاقة تكافلية بمعنى المخلوقات التي تعتمد على العلاقة التكافلية مع مخلوق حي آخر له خصائص يحتاج إليها كل المخلوقين وهذا يعني أنه يجب أن يعيش كلاهما معا أو يموتان معا وبكذا نكون وصلنا لنهاية تقويم الفصل الرابع رجائي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين حياكم الله والأحبة طلاب المرحلة الثانوية في نظام المقررات ننطلق وإياكم في سلسلة من دروس مقرر مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات حيث سنتناول لليوم وإياكم الوحدة السابعة مهارة البحث العلمي وموضوع درسنا اليوم بإذن الله سوف يكون عن إعداد الدراسات السابقة ومصادرها وكيفية عرضها يتوقع من الطالب بعد نهاية هذا الدرس أن يحقق هذه الأهداف وبكفاة وهي يستنتج ما المقصود بالدراسات السابقة للبحث ويستعرض الدراسات السابقة في بحثه وفق المنهجية العلمية وأخيرا يقدر الأمانة العلمية تحدثنا لكم في درسنا الماضي عن التوثيق وذكرنا ما هو أو معنى التوثيق ذكرنا أنه ماذا هو إثبات مصادر المعلومات التي استخدمها الباحث في بحثه وإرجاعها إلى أصحابها توخيا للأمانة العلمية واعترافا بجهد الآخرين وحقوقهم العلمية ذكرنا أن التوثيق في البحث يكون على نوعين التي هي يكون في داخل متن الدراسة وأيضا خارجي في قائمة المراجع وذكرنا أخيرا أنه يتم التوثيق ضمن البحث كالآتي إذا كان المرجع كتاب وإذا كان المرجع بحث منشور وأخيرا إذا كان موقعا على الإنترنت إذن نكون بذلك تحدثنا عن وإيضا تحدثنا لكم عن خطوات ومراحل بحث علمي إلى أن وصلنا إلى المرحلة والخطوة الرابعة والتي هي إعداد الإطار النظري وتحدثنا عنه اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن إعداد الدراسات السابقة إذن اليوم موضوع درسنا هو مهارة إعداد الدراسات السابقة مهارة إعداد الدراسات السابقة يقوم الباحث خلال هذه المرحلة بمسح شامل للدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع بحثه وتفحصها وتلخيصها والاستفادة منها إذن حيث أن هذه الدراسات السابقة يستفيد الباحث منها بماذا؟ إذا كان بالرجوع إلى الأبحاث السابقة سواء كانت مجلات علمية أو دراسات سابقة وتكون مماثلة لعنوان بحثه أو لظاهرة بحثه ومشكلته أيضا يبدأ بالإستفادة منها من خلال التوصيات وأيضا العلاقات التي ذكر الباحثون من خلال هذه الدراسات السابقة إذن ما المقصود بالدراسات السابقة؟ ماذا يقصد بالدراسات السابقة؟ هي البحوث والدراسات التطبيقية أو الميدانية التي أجراها باحثون آخرون وسابقون الباحث ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث إذن من خلال هذه الدراسات السابقة إذن هو الباحث يستفيد من هذه الدراسات والرجوع مثل ما ذكرنا من خلال قراءته وإثراء بحثه بهذه المعلومات من خلال هذه الدراسات السابقة هو يقوم بجمع المعلومات من خلال مما سبقه بإعداد هذه البحث والتي تكون مماثلة لمشكلته وعنوان بحثه والإستفادة من هذه الدراسة من خلال أثناء التوصيات أو سواكات علاقات أو نتاج التي توصل إليها الباحثون مصادر الدراسات السابقة كيف للباحث أن يصل إلى هذه الدراسات السابقة؟ من خلال ماذا؟ من خلال بحوث مؤتمرات وندوات محكمة من خلال بحوث مؤتمرات وندوات محكمة بحيث أن هناك أبحاث تقيمها من خلال المؤتمرات وتكون هذه محكمة من قبل أساتذة وموثقة هذه البحثة معتمدة أيضا كيف لك أن تحصل أو تصل أو مصدر هذه أيضا الدراسات السابقة؟ تكون من رسائل جامعية رسائل جامعية التي هي الدراسات السابقة التي قامت في أعدادها من قبل مثلا طلاب الماجستير والدكاترة من خلال هذه الدراسات أو الدراسات العلية ذكرنا لكم أيضا سابقا من خلال أن أهمية هذا البحث من خلال أنك تصل إلى أو يهدف هذا البحث إلى ماذا؟ هدف البحث إلى أنك تقوم بحثك هذا أنه يفيد ماذا؟ تقوم بإثراء المكتبات البحث الذي يقدمه الباحثون إذن هذه من مصادر الدراسات السابقة إذن رسائل جامعية أخيرا أيضا من خلال مصدر الدراسات السابقة بحوث علمية محكمة عالمية ومحلية حيث أنها تكون من جهات مؤثقة أي معتمدة ومحكمة من خلال مثلا جهة أو منظمة أو هي قامت بهذه الأبحاث ما الهدف إذن من عرض الدراسات السابقة للبحث؟ ما الهدف أنك تقوم بعرض هذه الدراسات؟ ما الهدف منها؟ أنها توفير الخلفية العلمية والمصادر اللازمة لإجراء البحث الجديد وذلك يعني أنه ماذا؟ أن الباحث الآن عند قيامه بإعداد ودراسة مشكلة ودراسة ظاهرة ذكرنا أنه يحتاج إلى جمع معلومات وإثراء بحثه بمعلومات من خلال هذه الدراسات السابقة إذن إذا كنت بإعداد بحث جديد فأنك تحتاج وتثري بحثك ومعرفة أيضا ما توصل إليه الباحثون السابقون وما هي أبرز التوصيات وأبرز النتائج إذن سوف تثري به بحثك ومماثل لموضوع بحثك ومشكلتك أو الظاهرة أيضا الهدف من الدراسات السابقة للبحث أنها تكشف عن جذور المشكلة وتؤدي إلى فهم ما تم بخصوصها في الفترات السابقة أنك الآن أنت بعدما قمت بتحديد هذه المشكلة واخترك للعنوان واخترك للظاهرة أو المشكلة إذن من خلال هذه الدراسات السابقة التي تتحدث في مماثل لعنوان بحثك فأنك فعلا تقوم بالتأكد أن هناك من خلال هذه الدراسة أنه يوجد مشكلة حقيقية موجودة في هذه الظاهرة وتسعى إلى الوصول إلى النتيجة أيضا أنها ماذا تساعد الباحث أو الهدف من الدراسات السابقة للبحث أنها تساعد الباحث على صياغة أحد أهداف بحثه بدقة إذن هذا من خلال قراءتك والقراءة الاستطلاعية أنه يستطيع واطلاعك على هذه الدراسات السابقة تستطيع بوضع ومعرفة الأهداف لهذه الظاهرة أو لهذه المشكلة أيضا رابعا من الهدف أو هداف الدراسات السابقة للبحث أنها تكشف عن أي تداخلات بين البحوث وتوارد أفكار الباحثين إذا قمت بالاطلاع على أكثر من دراسة سابقة تعرف الفكرة الجهرية لهذه الظاهرة وأيضا أنك تتأكد أنه لا يكون هناك تداخلات وتكون معرفة مشكلة تكون مكررة إذن من خلال اطلاعك على هذه الدراسات أخيرا أنها تساعد الباحث على إجراء مقارنات بين نتائجه ونتائج الدراسات السابقة تبدأ بعد ذلك بالمقارنة وأنه تساعد معرفة كيف يقارن ما توصل إليه الباحث هذا و أيضا باحث الآخر و الذي بعد أنك وما توصلت إليه أنت أيضا بعد ذلك تبدأ تقارنها ما توصلت إليه في بحثك الحديث أو الجديد بعد ذلك لأن هذا التساؤل التالي كيف يتم عرض الدراسات السابقة في البحث كيف يتم عرض الدراسات السابقة في البحث بعد ما قمت أنت بماذا ذكرت حدثنا عن ماذا تهدف إليه هذه الدراسة و أيضا أنك تحصل من مصادر هذه الدراسات السابقة و الآن أنك قمت بالإطلاع و على أكثر من دراسة السابقة تبدأ الآن بماذا تبدأ الآن أو يبدأ الباحث بعرض هذه بعض هذه الدراسات التي أنت استعنت بها و قمت بالقراءة لكن يكون هناك طبعا يتم عرضها حسب الشكل الذي أمامك و حسب المثال الآتي هناك طريقة أو خطوات من خلال هذه الرسمة وجدوا الشكل الذي أمامكم الذي يبين لنا كيفية للباحث وضع هذه أو يتم عرضه لما توصل إليه أو ما قام به تداوله من خلال هذه الدراسة يبدأ بماذا؟ بأسم الباحث يبدأ بالمرحلة الأولى يبدأ يعرض اسم الباحث نستشد على سبيل المثال أنه مثلا يبدأ بعرض لو قال مثلا لدينا هذا المثال التالي دراسة الجبال و هذا ما يقصد به اسم الباحث إذن لاحظة لدينا في البداية بدأ بعرض اسم الباحث بعد ذلك يبدأ بعرض ماذا؟ يبدأ بعرض السنة التي أنجز فيها الباحث يبدأ إذن بعد ذلك بعد أن قام بعرض اسم الباحث يبدأ بأرض السنة والتي هي ماذا؟ ألفين و سبعة لاحظة الآن إذن لدينا هنا قام هذا الباحث بعرضها ألفين و سبعة بعد ذلك يبدأ يعرض ماذا؟ يعرض الهدف من الدراسة يبدأ يذكر أو يبدأ يعرض الهدف من الدراسة لاحظة لدينا هنا أنه هنا هدف أو يذكر أنها هدفت الدراسة إلى معرفة الدور التربوي للمدرسة الثانوية الحكومية للبنات فيما يتعلق بتعزيز العمل التطوعي لدى الفتاة السعودية و ذلك من خلال معرفة إلى أي مدى تقوم المدرسة بدوريها تربوي من خلال توضيح مفهوم العمل التطوعي و التوعية بأهمية العمل التطوعي و تعزيز قيم التكافل و التعاون و الإيثار و البذل و التضحية لدى الفتاة إذن هنا الآن قام بعرض ماذا الهدف من هذه الدراسة بعد ذلك يعرض ماذا يعرض المنهج أو منهج المستخدم أو الذي قام هذا الباحث بالمنهج الذي قام بدراسته يذكر ماذا لاحظة لدينا هنا أيضا من خلال هذا المثال واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي إذن هذا الآن هو عرض ماذا واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بعد ذلك ماذا؟ بعد لدينا المنهج لدينا الأدوات المدروسة أدوات أو أعفوا أدوات الدراسة الذي قام ما هي؟ وتعرض الآن الأدات التي استعان بها الباحث لاحظة لدينا من خلال هذا المثال التالي وكانت الأدات المستخدمة في الدراسة هي ماذا؟ هي الاستبانة إذن كانت الأدات المستخدمة هي الاستبانة بعد ذلك ماذا؟ بعد الأدوات هنا لدينا ما تحدثنا عنه لكم سابقا سوف نتحدث عنه أو ذكر لكم أن هناك لهذا البحث أن هناك عينات الذي قام بدراستها في هذا الباحث يبدأ بذلك وتم توزيح على العين 630 طالبة ومن أهم النتائج التي طبعا بعد ذلك إذن بعد العينة يعرض ماذا؟ يعرض لنا النتائج أخيرا يبدأ بعرض النتائج يبدأ الباحث بعرض النتائج ونلاحظ هنا من خلال هذا المثال ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة يبدأ بعد ذلك بعرض هذه النتائج بأنه أولا تقوم المدرسة بدورها التربوي في تعزيز قيم العمل التطوعي بدرجة قليلة وثانيا تقوم المدرسة بتوضيح مفهوم العمل التطوعي بدرجة قليلة وأيضا ثالثا تقوم المدرسة بالتوعية بأهمية العمل التطوعي بدرجة قليلة ورابعا وآخيرا تقوم المدرسة بالتعزيز قيمة الإثار والبدل والتضحية بدرجة قليلة إذن أردنا لكم كيف يكون للباحث بأن يعرض أو كيف له أن يعرض مخابعته الحديث أن يعرض الدراسات السابقة ولا بد أن ترتب الدراسات السابقة زمنيا من خلال ماذا زمنيا زمن عند عرضها إذا قمت بعرض هذه الدراسات أن الباحث يبدأ بالإطلاع والقراءة لأكثر من دراسة فهو ماذا؟ هناك طريقتان لعرض الدراسات هناك طريقتان لعرض الدراسات حيث أن لدينا طريقة العرض يكون تنازليا والثانية ماذا؟ تصاعديا ماذا يقصد بالتنازليا؟ ماذا يقصد بالتنازليا؟ بأنه يبدأ بعرض الدراسات التي تبدأ بماذا؟ يبدأ بالدراسات الأحدث ثم الأقدم يبدأ إذن بالدراسات الأحدث ثم الأقدم وتصاعديا أنه يبدأ بالدراسات ماذا؟ بالدراسات الأقدم ثم الأحدث إذن هذا ما يقصد به بترتيب هذه الدراسات زمنيا وتنازليا إذا كانه يبدأ بالدراسات الأحدث ثم الأقدم لدينا هذا المثال التالي نستشهد به مثلا على سبيل المثال تبدأ لديك مثلا هذه الدراسة دراسة الجبالي 2007 هنا هذه السنة التي بدأت طبعا تكون هذه الحديثة 2007 ثم يعرض دراسة رحال 2006 ثم دراسة الأشقر 2003 إذن بدأ بالسنة بالأحدث وإلى أن وصل إلى السنة الأقدم وتصاعديا البدأ بالدراسات الأقدم ثم الأحدث على سبيل المثال دراسة الأشقر 2003 إذن هذه السنة الأقدم إلى أن يصل إلى السنة الأحدث ثم دراسة رحال 2006 وإلى دراسة الجبالي 2007 بعد عرض الدراسة يقدم الباحث تعقيد بسيط على الدراسة وتوضيح ما بينها من اختلاف أو تشابه وعلى ما تؤكد إذن الباحث هو يبدأ بعد ما ذكرنا لكم طريقة هذه العرض لهذه الدراسة واطلاعي على هذه الدراسات هو يبدأ إذا قام بعرض هذه الدراسات ومن خلال ما طلع وقام بالقراءة لابد للباحث أن يبدأ بوضع مثلا رأيه بكلام منطقي وأيضا التوصيات التي توصل إليها ويبدأ بالمقارنة من خلال ما قام بإطلاع لأكثر من دراسة سواء كانت مجلة يبدأ ذلك يقارن ويبدأ يظهر النتائج نستشهد لدينا هذا المثال التالي مثال بحث عن دور المدرسة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلاب المرحلة التانوية هناك لدينا هذا المثال التطبيقي تعليق على الدراسات السابقة من خلال عرض الدراسات السابقة أنه يبدأ يقول ماذا؟ إذن يكون من خلال عرض الدراسات السابقة يتضح الآتي منها ما حاول معرفة الدور التربوي للمدرسة نحو تعزيز العمل التطوعي والتوعية بأهميته ومنها ما حاول إيجاد حلول لإشكالية انخراط مختلف الفئات المجتمع في العمل التطوعي ومعرفة العقبات التي تحول دون المشاركة الفاعلة فيه ومنها ما هدف إلى التعرف على الدور الذي يجب أن تقوم به المدرسة لتنمية المجتمع وتطوره ومنها ما أيضا حاول معرفة مدى مشاركة الشباب الجامعي في العمل التطوعي ومنها ما هدف إلى معرفة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بتشجيع الطلاب على الانخراط في الأعمال التطوعية ومنها ما حاول التعرف على مستوى مشاركة الطلاب وانخراطهم في العمل التطوعي وأخيرا وقد حاولت الدراسة الحالية التعرف على دور المدرسة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلاب المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة ومناقشت أن التهاج التي توصلت إليها إذن لا يكون الرجوع إلى هذه الدراسات فقط أنه يبدأ بعرض هذه الدراسات بينما إذن أخيرا لا بد للباحث بعد عرضه وقراءته وأطلعها لأكثر من دراسة يبدأ إذن بوضع التعقيب ومثل ما شاهدنا من خلال هذا المثال التطبيقي السابق بعد ذلك أخي الطالب وأختي الطالبة لدينا تقوم بتطبيق هذا من خلال هذا النموذج الذي لديك وتطبيق هذه المهارة تتحدثنا في درسنا للدراسات السابقة عزيزي المتعلم بعد انتقائك للدراسات السابقة لموضوع بحثك استخرج منها المعلومات الآتية والموجودة في نموذج رقم 6 ثم ضع التعقيب على الدراسات السابقة تتضح فيها شخصيتك وعرضها على معلمك إذن من خلال ما قمت بتحديد مشكلة وخلال ما اتبعت هذه الخطوات وتطبيق هذه المهارات الآن تقوم بإطلاعك والقراءة على بعض من الدراسات السابقة وبعد ذلك تقوم بتأدية هذا النشاط التالي لدينا في مخراج هذه الأيقونة ودراسات السابقة حيث أنك موضح لديك أنه ماذا بأنك تبدأ بإسم الباحث سنة النشر وعنوان البحث والهدف من البحث والمنهج المستخدم وأدوات البحث وأخيرا إلى أن ماذا تعرض النتائج والتوصيات إذن نكون بذلك نهينا هذا الدرسنا إلى ملخص درسنا لمهارة إعداد الإطار النظري والدراسات السابقة ذكرنا إذن المقصود بدراسات السابقة أنها البحوث والدراسات التطبيقية أو الميدانية التي أجراها باحثون آخرون وسابقون للباحث ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث وذكرنا أن من مصادر الدراسات السابقة أنها بحوث مؤتمرات وندوات محكمة ورسائل جامعية وبحوث علمية محكمة عالمية ومحلية أهداف عرض الدراسات السابقة للبحث تحدثنا وذكرنا أنها توفير الخلفية العلمية والمصادر اللازمة للبحث وأنها تكشف عن جذور المشكلة والمساعدة لصياغة أهداف البحث وأيضا تكشف عن أي تداخلات بين البحوث وغيره وتساعد البحث على إجراء مقارنات وأخيرا ذكرنا أنه كيف يتم معرض الدراسات السابقة في البحث من خلالنا تنازليا البدء بدراسات الأحدث ثم الأقدم وتصاعديا البدء بدراسات الأقدم ثم الأحدث نكون بذلك إذن أنهينا المراحل الأولى الأربعة المرحلة الأولى والثانية إلى أن تحدثنا اليوم وأنهينا المرحلة الرابعة والتي هي إعداد الإطار نظري وتحدثنا عن إعداد الدراسات السابقة بإذن الله في الدرس القادم سوف نصل إلى الخطوة الخامسة ونتحدث عن تحديد إجراءات البحث إذن نكون بذلك اليوم هنا هذا الدرس هذا وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ترجمة نانسي قنقر 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 فدعونا ننطلق في درسنا لهذا اليوم ونتعرف عليه بشكل أكبر هنا في بعض المفردات في درسنا لهذا اليوم مهمة جدا مثل التحول وعدراء داخل شرنقة وحورية وفئة اجتماعية هذه المصالحات مهمة جدا في درسنا لهذا اليوم أهداف درسنا كما نلاحظ تحدد صفات الحشرات تحلل كيف يحدد تركيب الوظيفة في الحشرات أيضا تقارن بين التحول الكامل والتحول الغير كامل الفكرة الرئيسة في درسنا لهذا اليوم واهب الله سبحانه وتعالى للحشرات تكيفات تركيبية ووظيفية جعلتها المجموعة لأكثر انتشارا وتنوعا بين المفصليات طبعا لماذا الحشرات هي أكثر انتشارا وأكثر تنوعا لماذا؟ لأن هناك كما نلاحظ تكيفات تركيبية ووظيفية فمن خلال هذه التكيفات التركيبية ووظيفية مكنت هذه الحشرات بأنها الأوسع انتشارا والأكثر ماذا؟ عددا في المملكة الحيوانية هنا تنوع الحشرات أولا يقدر العلماء أنواع الحشرات بنحو 30 مليون نوع تقريبا طبعا هذا رقم كبير جدا نحن هنا نتحدث ليس عن عدد الحشرات بل عدد أنواع الحشرات يصل تقريبا إلى 30 مليون نوع لاحظ هنا تمثل أنواعها 3-4 الحيوانات قاطبة أي 3-4 المملكة الحيوانية طبعا تقريبا هناك 80% منها عبارة عن ماذا؟ حشرات أيضا تعيش الحشرات في بيئات عديدة فنجد أن الحشرات تختلف في المواطن البيئية التي تعيش بها فقد توجد في التربة أو الغابات أو الصحاري أو على قمم الجبال كما يمكن أن توجد في المناطق ماذا؟ القطبية إذن هذه دلالة على قدرة الحشرات على العيش في مناطق بيئية ماذا مختلفة أيضا يعود ذلك طبعا سبب انتشارها وسببه هناك قدرتها على النمو في المواطن البيئية المختلفة لماذا؟ يعود ذلك إلى موهب الله سبحانه وتعالى أيضا على قدرة على الطيران والتكيف فبالتالي خاصية الطيران والتكيف في البيئات المختلفة مكنت الحشرات من الانتشار والعيش في بيئات مختلفة أيضا حجمها الصغير له دور جدا في عملية ماذا؟ التحرك بسهولة سواء كان في الهواء أو أيضا في الماء فبالتالي أحجام الحشرات أيضا الصغيرة هي تعتبر ميزة بالنسبة للحشرات لماذا؟ لأنها تمكنها بكفاءة عالية من الحركة في الهواء وأيضا الماء أيضا هنا في تنوع الحشرات ازاد تنوع الحشرات وتعزز أو تعزز بوجود هيكل خارجي لحمايتها طبعا الحشرات ذكرنا قبل قليل هي صغيرة الحجم فبالتالي هي تحتاج إلى تركيب هذا التركيب يقوم بتوفير الحماية فالهيكل الخارجي للحشرات له دور في عملية ماذا؟ في عملية حماية الحشرات والمحافظة عليها من مثلا الجفاف الصحاري والمناطق الجافة الأخرى أيضا كذلك مكنتها قدرتها التكاثرية وقصر دورة الحياة من نجاح معيشتها في المناطق التي تعيش بها أو التقطنها فأدى ذلك لتضخم ماذا؟ مجتمعاتها فلاحظ هنا عبارة عن خصائص هذه الخصائص هي التي مكنت الحشرات من الانتشار بشكل كبير جدا من وجودها بإعداد كبيرة جدا أيضا أنواعها قد تصل إلى 30 مليون كما ذكرنا قبل قليل أيضا في الصفات الخارجية للحشرات نجد بأنها تنقسم أجسام الحشرات إلى ثلاثة مناطق رئيسة ما هي هذه المناطق أو ثلاثة أجزاء؟ نجد الرأس والصدر والبطن فلاحظ هنا ثلاثة مناطق في الحشرات رأس وصدر وبطن لاحظ هنا يوجد في الرأس تركيب مهمة جدا مثل ماذا؟ مثل قرون الاستشعار العيون المركبة والعيون البسيطة وأجزاء الفم جميع هذه التركيب توجد في منطقة واحدة وهي ماذا؟ وهي الرأس أيضا للحشرات ثلاثة أزواج من ماذا؟ من الأرجل وزوجان من الأجنحة على الصدر ولبعض هذه الحشرات زوج واحد من الأجنحة والبعض الآخر لا يمتلك أي أجنحة لاحظ هنا صورة لأحد أنواع الحشرات لاحظ هنا أجزاء الفم هنا العيون المركبة هنا أيضا العيون البسيطة لاحظ لو عملنا مقارنة الآن بين العيون المركبة والعيون البسيطة نجد بأن العيون المركبة هي أكبر حجما وأعلى كفاءة في عملية الأبصار كما نلاحظ هنا هنا العيون المركبة وهنا العيون ماذا؟ البسيطة أيضا هنا قرون الاستشعار هنا جناح أمامي وجناح خلفي هنا أيضا الأرجل كما نلاحظ بالإضافة إلى جناح يوجد في منطقة الخلف هنا أيضا منطقة البطن وهنا الصدر وهنا الرأس إذن الحشرات تتكون من ثلاث مناطق الرأس والصدر والبطن الأرجل دعونا نتحدث أولا عن الأرجل في الحشرات وما هي خصائص الأرجل أولا تكيفة أرجل حشرات للعديد من الوظائف فمثلا هنا في الخنافس لها أرجل بمخالب تستخدم هذه الأرجل بمخالب لعملية المشي والحفر في التربة بالإضافة إلى الزحف تحت القلف طبعا القلف هو لحاء الأشجار أيضا الذباب يمتلك أرجل الأرجل في الذباب يستخدمها الذباب في عملية المشي طبعا هذه الأرجل في الذباب مميزة جدا وتتميز أيضا عن بقية الحشرات الأخرى لماذا؟ لأنها مزودة بوسائد في نهايتها تمكنها من المشي والالتصاق بالأسقف وهي مقلوبة دائما نلاحظ أن الذباب يستطيع أن يلتصق بالأسقف بشكل ماذا مقلوب لماذا؟ لماذا يستطيع ذلك الذباب؟ لأنه يمتلك وسائد في نهاية الأرجل هذه الوسائد تمكن الذباب من الالتصاق بالأسطح بشكل ماذا؟ بشكل مقلوب أيضا أرجل النحل تكيفت لجمع حبوب اللقاح في حين تكيفت الأرجل الخلفية للجراد وصرصور الليل في عملية ماذا؟ القفص أيضا هنا أيضا في الأرجل أيضا تكيفات أرجل حشرة الصرصور صرصور الماء للمشي فوق سطح ماذا؟ الماء لاحظ هنا صرصور الماء طبعا من خلال هذا الاسم أين يعيش هذا الصرصور؟ طبعا في المواطنة البيئية المائية فلاحظ هنا صرصور الماء يستخدم هذه الأرجل في عملية المشي لاحظ كما نلاحظ يوجد أرجلها وسائد مغطاف بشعر لا يلتصق ماذا بها الماء ولا يكسر توتر السطح للماء ماذا نقصد بذلك عندما نذكر أنه لا يكسر توتر سطح الماء؟ نقصد بذلك عندما يمشي أو تمشي هذه الحشرة على سطح الماء لا تنغمس أرجل هذه الحشرة داخل الماء بل كما ذكرنا قبل قليل لا تكسر توتر السطح للماء أيضا أجنحة الحشرات نجد بأن الحشرات هي اللافقريات الوحيدة القادرة على ماذا؟ على الطيران أيضا أجنحة الحشرات طبعا ما هي إلا طبعا نمو خارج جدار ماذا؟ جدار الجسم أيضا هنا تكيفات الحشرات ما زلنا في أجنحة الحشرات يتكون الجناح من طبقتين من غشاءين رقيقين من مادة مهمة جدا ذكرناها سابقا و هي مادة ماذا؟ الكايتين ماذا يذكرني يقول لي أين درسنا هذه المادة في حيوانة أو في كائنات حية أخرى ماذا يذكرني ممتازين جدا الكايتين تدخل في تركيب الجدار الخلوي للفطريات بالإضافة أن نفس هذه المادة مادة الكايتين هي التي تكون الهيكل الخارجي للحشرات فلاحظوا هذه المادة لها أهمية كبيرة جدا في الفطريات وأيضا الحشرات أيضا للأجنحة في الحشرات عروق ثابتة هذه العروق تعطيها ماذا؟ تعطي الحشرات القوة أيضا قد تكون الأجنحة رقيقة كما في الذباب أو سميكة كما في الخنافس طبعا لاحظ هنا في تباين في سماكة الأجنحة قد تكون رقيقة وقد تكون ماذا؟ سميكة ليست جميع الأجنحة في الحشرات تكون بنفس مقدار السماكة قد تكون رقيقة مثل الذباب أو سميكة في الخنافس أيضا تعطي أجنحة الفراش وحشرة العث زوائد دقيقة ما هي الزوائد الدقيقة؟ ماذا نطلق عليها؟ مثل طبعا الحراشف مثل ماذا الحراشف؟ هذه الحراشف لها دور مهم جدا ما هو دورها المهم جدا؟ في الطيران يتطلب الطيران حركات معقدة للأجنحة فبالتالي هذه الحراشف ترفع من كفاءة هذه الحشرات أثناء الطيران أيضا لذلك في معظم الحشرات تحرك أجنحتها على شكل رقم ماذا ثمانية لاحظوا هنا صورة مكبرة لجناح أحد أنواع الحشرات هنا الفراشف فتتحرك على شكل رقم ماذا ثمانية كما نلاحظ هنا من خلال هذه الصورة هنا أيضا في تكيفات الحشرات لدينا تركيب مهم جدا أو جزء مهم جدا وهو أجزاء فم الحشرات نجد بأن أجزاء فم الحشرات هناك أنواع وكل نوع من هذه الأجزاء أو الأنواع يقوم بأداء دور يختلف عن الآخر أولا دعونا تعرف على أنواع أجزاء الفم في الحشرات هنا الجزء الفم أول الأنبوبي والإسفنجي والثاقب أو الماص وأيضا القارض نجد هنا في الأنبوبي الوظيفة ما هي وظيفة جزء الفم الأنبوبي نجد بأنه تنفرد لفات أنبوب التغذي وتمتد لإمتصاص السوائل وتوصيلها إلى الفم لاحظ هنا في هذه الصورة أن الجزء الفمي كأنه على شكل ماذا؟ على شكل أنبوب ملتب مثال أيضا على الحشرات التي تمتلك أجزاء فم أمبوبية مثل الفراش وحشرة ماذا؟ أما الفم الإسفنجي هنا الجزء الطري من أجزاء الفم يعمل مثل الإسفنج ليلعق ويلحس طبعا مثل الذباب المنزلي وذبابة الفاكهة لاحظ هنا هذا التركيب في مقدمة الفم هذا التركيب وكأنه عبارة عن إسفنج يقوم بعملية اللعق أو اللحس هنا أيضا في النوع الآخر من أجزاء الفم ما يسمى بالثاقب والماص كما نلاحظ هنا الوظيفة انبوب دقيق كما نلاحظ هو عبارة عن انبوب ماذا؟ دقيق يشبه الإبرة يخترق الجلد أو جذر النبات لامتصاص السوائل وتوصيلها إلى الفم لاحظ هنا الاسم ثاقب ماص هل هو اسمه ثاقب أم ماص؟ طبعا هو اسمه ثاقب ماص لكن أولا آلية الحصول على الغذاء أن هذه الحشرات التي تمتلك هذا الجزء تقوم بثقب سواء جلد الإنسان أو الجزء الخارجي للنبات ثم تمتص السوائل أو الغذاء فلاحظ أولا تحت عملية الاختراق أو الثقب ثم تتم عملية ماذا؟ الامتصاص مثل مثال على الحشرات التي تمتلك أجزاء الفم بهذا الشكل مثل البعوض وأشهر مثال لدينا مثل أنثى بعوضة الأنوفلس والحشر النطاطة والبقة المنتنة والبرغيث النوع الرابع من أجزاء الفم وهو ما يسمى بالنوع القارض كما نلاحظ في هذه الصورة طبعا القارض هنا في هذه الصورة أن الفك العلوي يمزق أنسجة الحيوان أو النبات أو يقطعها وتقوم أجزاء الفم كما نلاحظ الأخرى بتوصيل ماذا؟ الغذاء دائما الأقوى بين أجزاء الفم الأربعة هنا نجد بأن الفم القارض هو أقوى من الأنواع ماذا؟ الأخرى لماذا؟ لأنها تمتلك فك علوي قوي جدا قادر على تمزيق الفريسة أو تمزيق الحشرة أو تمزيق الطعام فبالتالي له قوة ماذا؟ عالية مثل هنا مثل الجراد، الخنافس، النمل، النحل في ختام درسنا لهذا اليوم هناك بعض الأسئلة السؤال الأول قسمت أجزاء من الحشرات إلى أربعة أجزاء أم ثلاثة أجزاء أم خمسة أجزاء طبعا الإجابة الصحيحة إلى ثلاثة أجزاء هي الرأس والصدر والبطن أما السؤال الثاني الذباب المنزلي له فم؟ ما هو نوع الذباب المنزلي؟ ما هو فم الذباب المنزلي؟ له فم؟ هل هو فم ماص أم ثاقب أم أسفنجي؟ نجد أن الإجابة الصحيحة أنه للذباب المنزلي له فم ماذا؟ أسفنجي يقوم باللعق أو اللحس وإلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح اشتركوا في القناة 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 تسعة ثلاثة سبعة اشتركوا في القناة 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 في حال وجود أي استفسار كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني مدرستي في بيتي صفحات الإنترنت الاحتيالية تخيل أن هذا منزلك ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلا يشبهه تماما هل يعني أنه نفس منزل؟ بالتأكيد لا لأنه حتى ولو كان يشبهه تماما فهو لا يزال مختلفا كونه يقع في عنوان آخر ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماما للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقار إلى موقع إلكتروني معين فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماما في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادة ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلية مثال، لنذهب إلى منصة مدرستي هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madracity.sa فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي وذلك باستخدام عنوان مشابه نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمية لحماية نفسك واحد، اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته اثنان، إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي فلابد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي قد تتشابه الفصول الافتراضية في أسلوب التدريس لكن من المؤكد أن المعلم المبدع هو من يصنع الفارق في ذلك من خلال استغلاله إمكانات البيئة التعليمية الرقمية لبناء خبرات الطلبة ومهاراتهم لذا توفر منصة مدرسة بيئة رقمية آمينة تضم مجموعة من الأدوات المتنوعة والتي يمكن الإبداع بتوظيفها بشكل تربوي لتطبيق الاستراتيجيات والأساليب الحديثة في التدريس على سبيل المثال، استخدام أسلوب الفصل المقلوب والذي يتم فيه قلب مفهوم الحصة الدراسية بحيث يتعلم الطلبة المحتوى الذي يضعه المعلم على منصة مدرسة بشكل ذاتي بينما يتم استغلال الفصل الافتراضي مع المعلم بحل الأنشطة والنقاش حول ما تعلمه الطلبة والإجابة على استفساراتهم ومع منصة مدرستي، يمكنك أيضاً تطبيق العديد من الاستراتيجيات التعليمية لتعلم النشط وحتى يشعر الطلبة بالحضور الاجتماعي وعدم العزلة مثل تطبيق مجموعات العمل الإلكترونية والتعلم الإلكتروني القائم على المشروع والتعلم بأسلوب حل المشكلات والعصف الذهني الإلكتروني لتوليد الأفكار والخرائط الذهنية الإلكترونية والتي تساعد الطلبة على تعزيز الخبرة السابقة وربطها بالخبرة الجديدة كما أن استخدامك للقصص الرقمية وأسلوب التلعيب يحفز الطلبة على التعلم ويثير انتباههم ولا تنسى أن إبداعك كمعلم في التوظيف التربوي سوف يساعد على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى أبنائنا الطلبة مثل مهارة التعاون، التفكير الناقد، تحمل المسؤولية، مهارات البحث والاستكشاف، ربط الخبرات العلمية بالحياة الواقعية وغيرها من المهارات وأخيراً عزيز المعلم وعزيزة المعلمة لتزيد من قيمة خبراتك شاركها مع زملائك المعلمين مدرستي منصة إبداعي الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد معظم الناس يدركون أن تعاطي التبغ يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة ولكن الكثير من الناس يجهلون أن التبغ أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية فالتدخين يؤدي إلى تسرع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين بالإضافة إلى حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنويا بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر وهو ما يسمى بالتدخين القصري انتبه قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك يترافق التدخين وطعات التبغ مع ظهور العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الصدفية والإكزيمة فالمدخنين هم أكثر عرض للإصابة بالصدفية بمقدار ثلاث أضعاف مقارنة بغير المدخنين حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية حافظي على جمال بشرتك بالإقلاع عن التدخين واتصل الآن على 937 أو احجزي موعد عن طريق تطبيق موعد العيادة والعلاج عندنا مجاني بكل سرية وخصوصية تامة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ هناك ارتباط قوي بين تدخين وقابلية تغير لون الشعر إلى لون الأبيض وحدوث الصلع وفقدان الشعر وذلك حسب منظمة الصحة العالمية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إن التدخين هو أحد عوامل الخطورة الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف فقدان السمع فالمدخنين هم أكثر قابلية وبشكل ملحوظ للتعرض إلى فقدان السمع بسبب التعرض للضباء مقارنة مع غير المدخنين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ اشتركوا في القناة Day 7